طب ده معناه يا دكتور ان فيه تكنولوجيا في علم الطب عند قدمان واصريين احنا لسه ما اكتشفنا هش اه فيه اكتر حاجة بقى واختر حاجة يعني وبكل اسف يعني عندنا اكاديمية بحثة علمية مفروض تبحث فيها عندنا قرية اثار مفروض تبحث فيها ان بتوع اللي بيشتغلوا يعني ما هماش اثاريين انما اللي بيشتغلوا في المميموت والحاجات دي بيطلعوا من حنجرة الوزراء وال يعني الشخصيات الكبيرة في مصر القديمة حاجة كده تجدها عاملة زي البيضة بس الجرانيت هذه المادة انا عندي يعني هنا في الموبايل اقدر اورها لك بعد اله لو حطتها في طبق حطيت المراية تلقى الطبق وما تلهاش في المراية لو حطتها في كوباية ماية زي دي تلقى الماية في ثانية بابلينج كأنها بتغلي انها ما مش سخنة لو قربتها من تليفجيون تطفي لو قربتها من اللمبة تطفيها دي مادة احنا ما نعرفهاش يعني دي ايه المادة اللي هم بسمينا الزبق الأحمر لنما زبق الأحمر تمر تعريف انما دي يورانيوم دي يورانيوم وانا عرفت من مصادر ان الدنيا عارفة الكلامة بس دي بتتبعها ب30 مليون دولار و100 مليون دولار وليه محطوطة بقى هنا في الحنجرة محطوطها في الحنجرة عشان تقتل البكتيريا اللي بتعمل تعفن في الجسم يعني ده جزء من التحنيب اه مادة اليورانيوم ده هي بس بقى طبعا هم بياخدوها عشان نستخدمها في حاجة تانية يعني انما ده لان ازاي يعرفوا ان الحنجرة هي المصدر للتحلل والتعفن ده حتى شيء بشيء يذكر في اوقات الطعون في فرنسا كان مسلا الطعون بقى يقتل من الاسرة اثنين وثلاثة في اليوم الواحد فكان يدفن الصبح يجي يدفن بالليل يفتح المقبرة يبص يقول اللي دفنه صباحا اقعد له ورا باب المقبرة معنى كده ان دفنه حي بس في غيبوبة ولا بتاع فالفرنسويين اصابهم الرعب قالوا لا ما ندفنش الا اذا الميت اد اقرار على نفسه وقال انا مدت هما كانوا شطار في الكيميا في الوقت دهوا فواحد بقى كيماوي ورقه وكتب عليها بريشة بخلات الرصاص خلات الرصاص ظالمية بتاعتنا دي جسوي مورتي انا مدت مش باين حاك يحطها على وش المتوف هو منتظر اذا حصل تحلل وتخمر بيطلع كبرتيد الادروجين من الحنجرة كبرتيد الادروجين اذا اتحت بخلات الرصاص يقبل لونها اسود حبر اسود فاذا ظهر جسوي مورتي بالحبر الاسود ادفن بقى لان معنى ان حصل تحلل وطلع كبرتيد الادروجين يبقى معنى كده ان هذا مات ازاي قدام المصريين عرفوا ان التحلل يبدأ من الحتة دي وبيحط في الحنجرة دي البيضة اللي هي جرانيت دي انا من حوالي 12 سنة جالي 3 من الصعيد ودخلوا للعياذة بس بقى ما كانت شكلها زالبيضة لكنها شكلها زى كوزة دورة قالوا احنا مشحوظين فلوس دي تمانها 7 مليون انما عندنا كتير جايبينها معي فقلنا ايه دي احنا عاوزين نعرف ايه دي كلامنا 12 سنة 15 سنة تعريبا ودخلوا احنا تحتنا قسم اشاءة روح اعمل صورتين عندي صورة منهم فعملي صورتين اشاءة ودخلوا هي هي نفس الشكل بس جواها فيه زى فيوزة العربية تعالف فيوزة العربية حاجة اسطوانية كده وفيها نحاسة من هنا ونحاسة من هنا دي موجودة بس جواها حمصة انا عندي الصورة بتاعتها تلقها تديك الصوت حاجة جوا بتلق انما تشوف دخل اتمنين مفيش حتة مصمطة من الاولى كان عندي محاضرة هقولها في كلية طب فتاني يوم قلت لهم تجولي تاني يوم وروحت لبتاع والاشاعة موضوع كذا كذا قالوا هات هنشوفها ممكن يطلع فيها اكس راي ممكن يطلع فيها بيتا بارتكل ممكن يطلع فيها جاما رايز قولي الساعة سبعة بالليل كالماعاد قلت لهم خلاص تدهاني وهبك ابدا ما تخرجش من هنا تلعت ايه بقى دكتور؟ ما مرضاش الدهاني مرضاش أصنع اه قلت له تعال معاي قل لي ابدا ما نخرجش بايه هم ييجوا هنا قلت له ييجوا هنا ايه ده جزال قد القضاء اللي انت فيها دي ازاي ييجوا هنا بس خدت التليفونه وبتاعه قلت له انا هاسأل واذا عرفت اي حاجة باتصل بك طبعا اي أميها ما عرفتش الا ان اخيرا ظهرت بقى الحاجات دهاني وعرفت انها يوراني وقال لي بقى مصادر وقالوا لي دي بتتبع بمئة مليون ترجمة نانسي قنقر